موسيقى تم أوقاتاً مستمعنا مشاهدين على إذاعة وقناة ميديا تيفي ومرحباً بكم معنا في عددين جديدين من برنامج بصراحة والذين استضيف فيه اليوم الأستاذ أحمد الدفل أستاذ التواصل والأعلام ومستشار البرنامج مرحباً استحمد أهلاً وسهلاً أستاذ خديجة مرحباً موضوعنا لليوم مشاهدين مستمعين هو التربية الإعلامية ومسؤوليات المجتمع لكن في البداية أستاذ دافري الكلام عن التربية الإعلامية يقودنا حتماً لطرح مجموعة من التساؤلات ما المقصود بالتربية الإعلامية ما هو وضعها في العالم العربي والمغرب تحديداً ما هي الرهانات؟ ما هي التحديات؟ من المسؤول عنها؟ هل وزارة التربية؟ أولياء الأمور؟ مؤسسات الإعلامية؟ أقسام كليات الإعلام والاتصال؟ أم المجتمع المدني؟ ولماذا نحتاج إلى التربية الإعلامية والوعي الإعلامي؟ وإذا احتجنا إلى هذا الوعي وهذه التربية وهذه الثقافة الإعلامية ما هي حدود هذه التربية في تقاسمها مع المجتمع؟ وما هي السبل والطرائق والوسائل لتحقيق ذلك؟ أسئلة كثيرة ورهانات وتحديات ربما أكبر لكن في البداية يستوقفنا المفهوم كالعادة التربية الإعلامية ماذا نعني بالتربية الإعلامية؟ نعم بكل بسطة هي التربية على محتويات وسائل الإعلام بمعنى أنه يجب أن تكون لدينا دراية وعلم بما هي المكونات التي يجب أن نستهلكها ضمن وسائل الإعلام وكيف؟ يعني بأي طريقة؟ وبأي طريقة كذلك يمكن أن نوظف هذه المحتويات؟ لأن التربية على وسائل الإعلام هي ضرورة قصوى في المجتمع الحالي باعتبار أن المجتمع الآن هو مجتمع العلم والمعرفة انتقلنا من أنماط مختلفة للمجتمعات عبر التاريخ ووصلنا الآن إلى مجتمع العلمة الذي يقوم على المعرفة وعلى المعلومات وبالتالي فلا يمكن على الإطلاق لأي فرض من أفراد المجتمع أن يجد نفسه في المشهد المجتمعي دون أن تكون لديه مجموعة من المعارف والمعلومات والمدارك وطبيعة الحال التي يجب أن يسخرها في إطار علاقاته مع الأشخاص داخل المؤسسات التي يشتغل فيها داخل الأسرة في فصول الدرس والتحصيل في علاقاته الخطابية مع الآخرين عندما يتحدث في الجوانب المتعلقة بالعواطف والوجدانيات عندما يريد أن ينسج علاقات إنسانية كل هذه الأمور تحتاج إلى زاد معرفي وهذا الزاد يجب أن يحصل عليه من كل الفضاءات التي ينهل منها هذه المعارف ووسائل الإعلام الآن تفرض نفسها بقوة على المجتمعات كيفما كانت خصوصا الآن أمام هذه الفورة الكبيرة لوسائل الإعلام والتواصل وكذلك لتكنولوجيا الجديدة الحديثة للإعلام وبالتالي نجد أنفسنا أمام خطورة كبيرة بحيث يصبح الأمر يفترض منا أن تكون لدينا دراية وعلم بهذه المحتويات فعلا لأن الإعلام بوسائله قد أحكم سيطرته في هذه الفترة الرهينة على العالم نجده مسليا مربيا معلما موجها شاغلا ومشغلا أيضا من خلال كل هذه الأهداف التي يقوم عليها الإعلام ربما التربية الإعلامية نجدها بموازات مع هذه الإعلام ما هي المقاصد ما هي الأهداف لهذه التربية الإعلامية هناك بالتأكيد غايات وأهداف ومقاصد كبرى المقاصد هي أن نستطيع تمكين المواطن من معارف دقيقة يمكن أن يسخرها في العملية الإنتاجية لأنه الآن نعلم بأنه لا يمكن لأي فرض أن يحقق ذاته في المجتمعات الدولية إلا إذا كان عنصرا منتجا ولكي ينتج يجب أن يكون قد تربى تربية صحيحة سليمة دقيقة ليس فقط على مستوى القيم والأخلاق التي يمكن أن نتحدث عنها في إطار تعاملاتنا اليومية مع بعضنا البعض وإنما كذلك قيم وأخلاق في كيفية التعامل مع المحتوى الإعلامي إذن فالمحتوى الإعلامي فتكون له مقاصد وأغراض أحيانا تكون وسائل الإعلام لها أهداف مرتبطة بما ينبغي أن يحققه المجتمع مثلا نريد أن نعبئ المجتمع وراء قضية كبرى قضية وطنية كبرى إذن يجب على وسائل الإعلام أن تساهم في التعريف بهذه القضية وأن تعبئ كذلك الأشخاص لكي تتحول هذه القضية إلى وحد المشروع في الحياة ندافع عنه ونحاول تحقيقه إذن هذا هدف نبيل وكبير للوطن والمجتمع بكل ما الذي يقوم بتحقيق هذه الأغراض على مستوى التعبئة هي وسائل الإعلام إذن هنا مقاصد وطنية مقاصد كذلك تتعلق بالخلق والإبداع والابتكار سواء كان علمي أو كان طبيعة مادية ملموسة على شكل سلع ومنتجات أو كان على شكل إنتاجات معنوية فكرية أخلاقية تجدد رؤيتنا للحياة والكون إذن هذه المقاصد تتعلق بماذا؟ تتعلق بمواكبة الحياة في إطار من التجديد لأننا نعلم بأنه الماضي يمكن أن نستفيد منه ولكن لا يمكن أن نبقى ملتصقين به لذلك فالمقاصد كذلك هي استفادة من التاريخ وكذلك تجاوز أخطاء الماضي من أجل بناء مستقبل مشرق إذن هذه التربية الإعلامية ضروري حتى يمكن أن نحقق مجتمعا متكاملا ومنسجما مع بعضه في إطار وحد الغايات كبرى للوطن نعم طيب سأذكر بعد إذنك أستاذ دافري كل مستمعينا وأيضا مشاهدينا لمن يرغب أن يتفعل معنا في موضوع اليوم التربية الإعلامية ومسؤولية المجتمع لكن سنطرح سؤال مباشر إلى أي حد يتحمل الإعلام مسؤولية التربية وفي ظل تقاسمه هذه المسؤولية مع المجتمع أين أخفق وأين نجح هذا الإعلام في إيصال هذه الأسس التربوية فيما يتعلق بالنسبة للمتالقي رقم البرنامج هو 06-62-92-91 عبر تطبيق الواتساب الموجود ترك رسالة صوتية وسأنا نعمل على إدراجها في الحلقة ومناقشتها بطبيعة الحل لكن لا تنسوا أيضا نفسح لكم المجال من خلال صفحة فيسبوك داعة ميديا عبر موقعنا الرسمي ننتظر كل الأراء والرؤى والتساؤلات سنناقشها هنا في السوديو صحبة الأستاذ أحمد الدفري سؤالنا الموالي أو ربما النقطة الموالية في هذا النقاش صد داعة دفري في غياب هذه التربية الإعلامية ما هي التداعيات ما هي النعكاسات أكيد السلبية سواء على الفرد وعلى المجتمع في ظل هذه التحولات القيمية هذه التحولات الاجتماعية نعم بتأكيد أنه في غياب التربية على وسائل الإعلام وعلى المحتوى الإعلامي وفي غياب كذلك الوسائل البيداغوجية التي تمكن الأفراد من الاستفادة من وسائل الإعلام بطريقة صحيحة وسليمة سنجد مجموعة من تمظهرات داخل المجتمع البشعة وعندما أتحدث عن تمظهرات البشعة سنجد أن هناك نوع من التشنجات الخطيرة التي تحدث بين الأفراد والجماعات فقط نتيجة واحد الخبر وهو ربما يكون خبر غير صحيح ففي غياب التربية التي تقوم على استعمال الحس النقدي وتقوم على التأكد من المعلومات وتقوم على البحث في تحديد مصداقية وسائل الإعلام لأن ربما هناك أحيانا قد ننصاق وراء مجموعة من الأخبار صادرة عن وسائل الإعلام ليست ذات مصداقية لأنها غير معروف من هو وراءها غير معروف من يدبرها ويسيرها ويمويلها نعم ربما يخدم أجندة معينة متأكيد ربما تكون له حسابات إما سياسية أو اقتصادية أو ربما يكون مسخر من قبل أجهزة خارجية لها أجندات نعم لها أجندات لزرع الفتنة والبلبلة داخل المجتمع إذن في غياب هذه التقافة التي تقوم على حس النقدي فربما قد نصل إلى مجموعة من تمظهورات كما قلت للبشعة التي تترتب عنها مجموعة من الأحقاد بين أفراد المجتمع صراعات وحتى إشاعات وبالتالي فنكون إذاءة مجموعة من الأشخاص الذين يستهلكون خطابات إعلامية ومواد من وسائل الإعلام ويعتقدون بأنها صحيحة وبالتالي يحولونها إلى مرتكزات أساسية التي يحددون من خلالها مواقفهم من الحياة ومن الأشخاص ومن المجموعات وتكون هذه المواقف خاطئة بحيث أنه يصبح المجتمع يتكون من أفراد صداميين فيهم هذا النزع نحو العنف لا يحترمون التقافات ولا يفهمون أي شيء في مجال الحوار بين الحضارات بمعنى أنهم يتحولون إلى أشخاص فارغين معرفيا وفكريا وفي شكلهم الخارج عدائيين نعم عدائيين عدائيين بحيث أنهم يتمركزون حول دواتهم ويعتقدون بأن ما وصلهم من وسائل الإعلام التي ربما تكون دات نزع نحو نزعات شريرة كيعتبروا بأن هذه وسائل الإعلام هي التي تشكل الحقيقة وبالتالي كي يتحولوا إلى أشخاص بالنسبة لهم الحياة السوداوية وهذا ما قد نراه في الكثير من المجتمعات عندما نطالع مثلا أو نواكب ما تتم كتابته في مجموعة التعليقات والتدوينات في وسائل التواصل الاجتماعي لبعض الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم أحيانا هم قادة الرأي ولكن هذه قادة الرأي كيف يتبعهم في هذه الآراء هم أشخاص الذين لم يكن لديهم هذه التربية الإعلامية وبالتالي ينقادوا وراء هذه الأشخاص لأنهم لديهم أسماء مرنانة أو أنهم يتمون إلى جماعات الضغط واللوبي التي يضغط من خلال الأفكار وبالتالي يسمحوا أي كلام ألقي هكذا على عواهنه أعتبره بمثابة معلومة صحيحة ومتق منها ويبدأون في تقاسمه فيما بينهم هذ التابعون أو هذ المريدون وأنا كانت تكلم على مسألة التابع والمريد هنا كان البطل منه المكون الأساسي هو استخدام العقل لأن إذا نستخدم العقل العقل ربما أحيانا قد يخفق وقد يرتكبوا أخطاء نعم قد يصيب وقد يخطأ أكيد العقل بشري ولكن التربية الإعلامية كيف تتمكننا؟ كتتمكننا من طرح هذه الأسئلة طيب هنا نتسأل دافريما الجوانب التي منها المفروض أن تراعيها هذه التربية الإعلامية وهل هذه الشروط تتوقف على طبيعة كل مجتمع على حدى؟ ربما مجتمعنا لدينا شروط معينة لدينا مقومات معينة لدينا خلفيات معينة تتحكم أو تحكم هذه التربية الإعلامية تختلف على المجتمع آخر نعم بتأكيد في المغرب لكن ربما في نهاية المطاف هناك معايير محددة كونية نعم بتأكيد أن المجتمع المغربي له خصوصية له تقافته الخاصة وله مرجعياته الدينية وكذلك له مجموعة من القيم التي يستند عليها في تعامله مع بعضه البعض إذن مادامة هذه القيم لا تخرج عن إطار ما هو منصوص عليه في المنظومة الإنسانية العالمية نعم فنقبله ويجب أن نطبقه وأن نحترمه لأنه قيمنا مثلا إذا كنا نستمدها من الدين في إطار من المفهوم السليم ذي الدين الوسطي المعتدل الذي يتجنب الوقوع في صدامات بين حضارات وبين تقافات والذي كذلك يتجنب استعمال أساليب ذي السخرية من الآخرين من تقافات الآخرين ويرتكز على تقابل آخر ويرتكز على تقابل آخر ويرتكز على تقابل آخر ويستطيع أن يجد للآخرين مكانا ضمن هذه المنظومة الاجتماعية فهذا كل شيء سيقبله وكلنا سيدفع عليه ولكن في الوقت الذي يلقى مثلا واحدة تربية إعلامية من خلال وسائل إعلام محسوبة على جماعات دينية متشددة ومتطرفة وكتعلمنا الحقد وكتعلمنا كراهية وإلغاء الآخر فبتأكيد أننا سنوصلوا لأحد المستوى لكي يتمظهر أحيانا من خلال وجود بعض الأشخاص اللي يحاولوا ما أمكن لكي يزرعوا السموم داخل المجتمع وكيقوموا حتى ببعض الأنشطة الإرهابية الماسة بسلامة الأشخاص بين الفين والأخرى كنعرفوا بأن أجهزة الأمنية تقوموا بواجبها إذا هذا الأمر بشكل ناعد يدي وكتطالعنا وسائل الإعلام بمجموعة الأخبار على القبض على واحد مجموعة للأشخاص والخلايا والتي لا يمكن على الإطلاق أن يجادل أحد في وجودها بيننا وتكون أحيانا نائمة ولا تنتظروا سوى هذه وسائل الإعلام التي تحلموا الجمع وتهيئوا باش هم يمكن يقوموا بما يمكن أن يقوموا به من تخريب من أجل تحقيق أغراضهم الدنيئة وهذا ربما يتطلب من وسائل الإعلام على اختلافها ونحن نرى بالعين الإججابية هنا يستدعي الأمر من هذه الوسائل أن تنتهج مناهج معينة لتحقيق هذه الأغراض التي تفضلت بها في بداية النقاش وسادفري نعم تأكيد أن هناك وسائل بداوجية يجب أن يسلكها المسؤولون على تدبير وسائل الإعلام بحيث أنهم يجب أن يكونوا هم بعد أولا تلك المرآت التي يرى متلق الخطاب الإعلامي وجهه فيها بحيث أن وسائل الإعلام يجب أن ترعي المنهجية العلمية للبحث عن مواد إعلامية التي يمكن أن تكون مفيدة على مستوى تحقيق توازنات توازنات نفسية توازنات دهنية وكذلك أن تساعد الناس على فتح أفاق للاندماج داخل المجتمعات بطريقة غير أنيفة وتقوم على الجد والإجتهاد لأن أحياناً تكون هناك خطابات التي تحط على الكثل تحط على البحث عن استياد لفرص بطريقة غير شرعية من أجل إثبات الوجود في الحياة هذه الخطابات لا تدخل في إطار البداوجية الحديثة من أجل تربية على وسائل الإعلام سيكون يعني CNC ، supposed to be a scientist الذي هو علمي Companiesł يرعي كذلك كل جميع الشرائح الاجتماعية lige على مستوى الفئات الطبقية وكذلك precise للمستوى الفئات العمرية وحتى على مستوى بالحالة النفسية لأننا نعرف بأنه هناك حالة اجتماعية ومعصة كل هذه النقاط يجب أن تراعا فئاس على مستوى الطبقات الإجتماعية وكذلك على المستوى ما هو نفسي نبدأ للقعون أشخاص الذين هم ميسورون ولكنهم على مستوى النفسي رموا هيئون على أساس أنهم ينخارطوا في خطة إعلامية عنيف ويكونوا كيمارسوا العنف داخل المجتمع وعندهم اختلالات وعندهم استعداد وعندهم استعداد نفسي لأن الأمر لا يتعلق فقط بأنه يكون شخص هو مثلا هش ماديان وفقير اجتماعيان وأنه في حالة خصاص تقدر توالم غير واحد الحالة نفسية معينة لحظية وينساق لحظية ويمشي واحد اللحظة هي الناهوط إحباط عظيفي فشل انكسار انكسار تفكك أساري وينساق في لحظة تناول واحد المجموعات هي المواد التي هي مخربة لدهن العقل مثل المخضرات ومجموعات هي المواد كيميائية سيكون سهلا للاستياد هذه فئات يجب كذلك أن نربيها على وسائل الإعلام بواحدة بيداغوجية خاصة هنا أهل وسائل الإعلام في هذه الظرفية الراهنة تشكل تحدياً للأسر المربين والمؤسسات التعليمية بالتأكيد أن الأسر الآن في هذه الفترة تحب من تحت البساط بهذا المعنى تعاني تعاني كثيراً ولكن ليس بهذا المعنى أن البساط سحب من أحياناً أحياناً يسحب البساط لماذا؟ لأنه عندما لا تعيي الأسرة بواجباتها إزاء أفراضها وتعتبر بأن الأمر عادي وطبيعي تسحب منها البساط في حالة وحدة هي أن الأسر تكون مطمئنة كون الأبناء داخل الغرف ولكن الخطر الكبير هو هذه السباحة وهذا الغوص في الأنترنت وعبر المواقع دي التواصل الاجتماعي هناك تحصل المشاكل وهناك خطورات هناك حالات وجدنا فيها أفراد من الأسرة عندما يحدث ما يحدث من مشاكل على مستوى العلاقات بين أفراد الأسرة وبين المجتمع فعادهما يقولوا بأنه لم نكن ننتبه يقولوا لم نكن ننتبه ما معنى لم نكن ننتبه بمعنى أنهم لا يستطيعون نسج علاقات التواصل يمتين بين بعضهم البعض دائما يجب أن يكون هناك نقاش حول ما نستهلكه يكون لدينا نقاش حول ما نستهلكه من مواد غدائية في البيت هذا يكون معروف داخل الأسرة هناك أشخاص داخل الأسرة قبل أن يعطيوا لائحة الوجبة الأسبوع أو اليوم حتى يقوموا بعملية استقراء الآراء الأفراد الأسرة لأن هناك بعض الأفراد التي لا يريدون اختلاف الأضواق يعني تكون اختلاف الأضواق فيما يتعلق بالوجبات بعد واجبت إذن كيخصنا كل واحد إذا يأخذ استطلع الرأي استطلع الرأي استطلع الرأي واشغالي نعملوا هذه الوجبة أو هذه أو الأخرى ولكن لا غالي نديروا هذه غالي نديروا كذلك بموازنة معها واحدة أخرى كيكون واحد نقاش حول ما يمكن أن نقتات به على مستوى المواد الغذائية وراء مع الأسف أنه ما كيكونش هناك نقاش حول ما يمكن أن نقتات به من أفكار وهذا شيء خطير جدا لذلك المواد التي نتغذى بها إعلاميا من ضروري أن نفتح نقاش حولها داخل الأسرة ومع الأسف أن هذا الأمر لا يحدث دائما فيحدث ما يحدث من مشاكل على مستوى علاقات بعض الأفراد مع المجتمع نعم سنتوقف اللحظة أستاذ دفري بعد إذنك لكن قبل ذلك سأذكر كل المشاهدين مموس سامعينا لمن يرغب أن يتفعل معنا في موضوع اليوم التربية الإعلامية ومسؤوليات المجتمع سؤال مباشر إلى أي حد يتحمل الإعلام مسؤولية تربية المجتمع أين أخفق وأين النجاح ننتظر كل الأراء والرؤى والتساؤلات على رقم البرنامج 06-62-12-1991 وعيد 06-62-12-1991 من خلال تطبيق الواتساب المرجو ترك مدخلة صوتية وسنعمل على مناقشتها في الحلقة بالإضافة أننا كالعادة نفسح لكم المجال وننتظر كل الأراء ورؤى عبر موقعنا الرسمي في صفحة فيسبوك دعات ميديان فاصل ونقصير وسنعود لكم لا تذهبوا بعيدا نعود لكم مجددا مستمعين مشاهدين على إذاعة وقناة ميديان تيفي أنتم في الضيافة برنامج بي صراحة في جزء ثاني ويساعدني أن يكون معنا ولازال أكيد معنا أستاذ أحمد دافي الأستاذ التواصل والإعلام ومستشار البرنامج مرحبا مجددا أحمد وسهلا أستاذ خديجة نذكر كل المسمعين ومشاهدين موضوعنا لليوم أو موضوع النقاش التربية الإعلامية ومسؤولية المجتمع طرحنا مجموعة من التساؤلات كانت تساؤلات مباشرة إلى أي حد يتحمل الإعلام مسؤولية التربية الإعلامية في تقاسم هذه المسؤولية مع المجتمع أين أخفق أين نجح أو نجح وسائل الإعلام في ترصيخ هذه التربية الإعلامية كيف أيضا نواجه أو تحدي الغزو الإعلامي بما يحمله من إيجابيات وسلبيات إذن هذه مجموعة من التساؤلات نرغب أن تتفعلوا معنا من خلالها مستمعين مشاهدين على رقم البرنامج 06-62-12-92-91 أعيد 07-62-12-92-91 من خلال تطبيق الواتساب المرجوط ترك مداخرة صوتية وسنناقشها في الحلقة بالإضافة أننا نفسح لكم المجال وننتظر كل الأراء والرؤى فيما يتعلق بموضوع اليوم على صفحة فيسبوك داعة ميديا عبر موقعنا الرسمي سيد دافري نبدأ مع مداخلات وتفاعلات المشاهدين معنا عبد الرزاق القصبوي يقول شكرا على هذا الموضوع بالفعل أصبح من الواجب تدخل أو إدخال التربية الإعلامية في هذا العصر الرقمي بمساعدة المسؤولية المجتمعية لأنه منذ أن سمح بحرية التعبير أخذت منحة معاكس نعم فهنا المشكلة التي يطرح في هذا الإطار هو عدم الاستيعاب الجيد للمفهوم حرية التعبير فعندما نتحدث عن الحرية فهي مكون أساسي من مكونات الحداثة الحداثة ولكن بمعناها الكوني الذي يمكن أن نفتح أفاق جديدة لتحديث الخطاب العقلاني إذن فالحرية مرتبطة قبل ذلك بالعقلانية بمعناها أن الحرية لا يمكن أن تكون إلا مقرنة بالمسؤولية وبالعقلانية بالإضافة إلى كونها هي نشاط فرضي ولكن هذا النشاط الفرضي للحرية لا يمكن أن يتم إلا في إطار الجماعة إذا كانت هذه الحرية ستمارس داخل الفضاءات العمومية أما إذا كانت مثلا حرية مرتبطة بسلوك فرضي داخل فضاء مغلق فهنا الأمر يتعلق بأمور شخصية ربما قد يكون لك الحق في أن تمارسها شريطة أن لا يكون فيها ضرر لنفسك ولداتك إذن حرية التعبير مقترنة بالعقلانية بخطاب عقلاني والعقل يرفض السب يرفض الشتم يرفض التزييف يرفض التزوير يرفض التلفيق ويرفض كذلك العنف اللفظي لا يمكن أنني نسب ونقول هذا حرية التعبير لا هذا سلوك يعاقب عليه القانون والقانون جاء لكي يؤثر الممارسات يؤثرها في إطار من العقلانية الظلم يرفضه العقل الجور الكذب البغتان كل هذه الأمور منبوضة وهناك إن زادت عن حد هذا المستوى التي تخلق الضرر تصبح إجراما في حق آخر حتى حرية لمقصد القانون حتى الحرية لا يجب أن نستوعبها بشكل جيد نعم طيب مداخلة أخرى من طرف خولة عبدين تقول رغم تقدم المجتمعات فيما يدي الشتة تبقى الظاهر الإنساني على حالها بخصوص التعصب للقبيل أو العرق وما إلى ذلك وهذا يبدو واضحا في التظاهرات الرياضية بمباركة من إعلاميين ينساقون عن غير وعي وراء الجمهور الذي يتطلب تقويما ومواكبة مستمرين هذه ظاهرة ضرورة كان خصنا بتأكيد نمرع لها لأنها تدرج في إطار ما ينبغي أن نقوم به على مستوى التربية الإعلامية بتأكيد أنه عندما تكون هناك حشود فكيكون هناك واحد الربح صحيح أنه عندما خلقت الرياضة في البداية فهي خلقت لأغراض نبيلة تتعلق بالصحة النفسية والجسدية والعقلية وتهديب العقل لكن عندما تحولت إلى مجال التنافس من أجل تحقيق الربح منافسة المادية التي لديها علاقة مع الجوائد انزاحت عن هدفها الأساسي هنا دخلت في أحد المسألة التي تقوم فيه أحيانا على المكر على الخداع لذلك كنت لاحظه بعد مرات على أنه كنت لاعب في مباراة كرة القدم بالرغم من أن الكرة تضرب في يده ألانية ويتعنت ويقول الحكام لا مضربت لي وينسق معه الإعلاميين وحتى الجمهور كذلك لأن الأمر لا يبقى لديه طابع نبيل سمود الحقيقة لا لا يبقى قيم وأخلاق لذلك فالنفروض أن وسائل الإعلام تقوم بالمهمة في هذا الإطار التي تقوم بشحن الحشود في الاتجاه الذي يجعل من هذه الرياضة شأن الذي يمكن ترتب عليه واحد الأمور التي هي خطيرة على المجتمع نعم ننتقل الكنترول سيد دافري عندنا مدخلة صوتية نعم نستمع تحية لكل طاقة ميدي آن والتحية موصورة للأساد أحمد دافري والأسادة خديجة معانية شرق أساد باحث في علم الاجتماع خريبة إلى جانب الأسرة التي تشكل النواة الأولى للتربية والتنشئ الاجتماعية نجد الإعلام بكل مكوناته وصنوفه المقرؤ والمسموع والمرئي يلعب دورا رياديا في التربية من خلال مختلف مواده لكن أي إعلام يحقق هذه الغاية إنه الإعلام الهادف ذاك الذي يستدمج داخل برامجه منظومة كاملة من القيم يتم تمريرها إلى الجمهور المتلقي بغاية الإسهام في التربية وتهديب الدوق وخلق رأي عام ينبني على وعي اجتماعي نقدي خلاق ومسؤول حيث من لا رأي له كمقبض الباب يديره من يشاء بتعبير سقراط إن الإعلام الذي نريد وذاك الذي يتحمل مسؤوليته الكاملة في نشر المعارف وتقاسمها عبر قنواته المختلفة على أساس نقدي تحليل دربوي للإسهام في تربية النشأ على أسس حداتية تنويرية لا من أجل إعادة الإنتاج بأدوات معطوبة ولأن التربية عملية صعبة تتدخل فيها الكثير من المؤسسات يأتي على رأسها الإعلام من خلال تطور وسائل الاتصال علينا استثمار هذه الأدوات بما يجعل مجتمعنا المغربي قادرا على رفع التحديات وركوب قطار العولمة وعلي أتساءل مع الأستاذ أحمد دافري كما يلي كيف يتم تحويل اهتمام جمهور عريض من المتسبعين لبرامج دافها إذا الإقبال على مواد إعلامية تستهدف التربية بالأساس وما هي الآليات التي من شأنها أن تمكن الإعلام المغربي اليوم من الإسهام في تربية النشأ وتهديب سلوكه آخذين في الاعتبار التورة الرقمية التي يجب استثمارها بشكل جيد ونافع وشكرا شكرا الموصول لك أستاذ معاند الشرقي يساعدني أكثر أن تكون المدخلة من أهل اختصاص من المتخصص في الحقيقة نعم نعم توطئ أو تقديم قيم في هذه المدخلة بني اسمال التساؤل هو بالفعل نجد أنفسنا أحيانا حائرين في مجال البحث الإعلامي عندما نتعامل مع متلقي يكون مطلوب منا أن نقوم بالعديد من الأبحاث والدراسات حول الضوق الخاص به ولكن مسألة الضوق هنا لا تعني مسألة المأكل والملبس والأمور المادية لا هذا الضوق يتعلق بأمور معنويات تقيفية فكرية التي عندها علاقة بتربية في البيت إن تعودنا على قراءة الروايات المفيدة منذ الصغر بالتأكيد أن قدراتنا الدهنية دائما سوف تميل نحو هذا النوع من الإبداع الجيد والراقي ولكن منذ الصغر إن تعودنا على استهلاك مجموعة المواد تتقيفية متدنية ورديئة بتأكيد أن الآفاق ستكون مغلقة وسوف لا يمكن أن نتجاوز حدود ما سهلكناه منذ الطفولة من البداية هنا الإشكال مجموعة من المتلقين الذين يقبلون على مواد إعلامية تافهة مواد النميمة مواد التلصص مواد الكلام الفارح والفضائح والملقى وكذلك وحتى المواد الأنيفة التي فيها الشاتم فيها أشخاص يلبسون الحق بالباطل معيبة على وسائل إعلام أن تنقاد وتنصاق وراء البرز أو التندانس نحن نخرب القيام ونخرب الأخلاق معيبة للأسف مثلا فمشي بعيد أنه أحيانا تلقى الآلاف ديال الأشخاص مشدوهين أمام شخص يقوموا بيسبي شخصيات سياسية أخرى عيواض ما يتربى على أنه ينتقد بطريقة علمية ومقبولة كيتربى لأنه ما ينتقد شئين ما يسب من يفتقد ومن ليست لديه أدوات النقد يتوارى تماما لأنه نعطيك لمجال لدخول الأناس ليست لديهم ميكانيزمات وآلية وأدوات النقد أن ينتقد الآخرين مثلا إذا فرض شخصية إما في مجال التقافة أو في الرياضة أو في السياسة أو في الاقتصاد مثلا بدر منها من خلال خطاب معين وحد تصريح وأنا لم أكن متفقا مع ذلك تصريح أو ذلك الرأي فمن فرض إذا كانت لدي تربية إعلامية قويمة أن أقارئه من خلال الخطاب إعلامي الذي يقوم على وضع اليد على مكام الخطأ في هذا الخطاب دون أن أمس بشخصه ولا أن أجرح به ولا أن أقدفه باتهامات التي هي ربما باطلة جدا وسيعاقب عليها القانون بطبيعة الحال سيعاقب خصوصا على مستوى المعتقدات لأن نعلم أستاذة خديجة بأن نستمد إدراكنا للحياة ومعارفنا من عالمين اثنين هو عالم الحقائق العلمية المضبوطة مختبريا وعالم المعتقدات وهي عوالم نسبي وعندما تحدث عن عالم المعتقدات مثلا عالم عقيدة السياسية العقيدة الدينية العقيدة الإجتماعية أحيانا تكون هذه المعتقدات هي نسبية لأن ما يؤمن به هذا المشمع يختلف عن ما يؤمن به الآخر وعالمستوى للعادات والتقاليد والتوقوف كذلك على المستوى الأفكار السياسية ما يؤمن به هذه الحزب قد يختلف في ذلك عن حزب آخر كذلك على مستوى الديانات والعقائد يمكن أمور تختلف في أمور أخرى. ماذا يجب أن نتعلم؟ نتعلم أننا نحاول من خلال المعرفة أن هناك أمور تكون نسبية ولا يمكن الحسم فيها ولا يمكن الدعاء بأن لدينا حقيقة مطلقة. لكن نحتكم كلنا إلى منطق العقل فيما يتعلق بالحقائق العلمية. بحيث أن أي شخص سواء كان يتميل هذا الحزب أو ذاك أو كان مسيحي أو مسلم أو يهودي لا يختلفوا على كيفية قيادة السيارة. لا يختلفوا على كيفية قيادة الطائرة. لا يختلفوا على كون أنه واحد السم فهو عنده أخطار ومفتكفين. تقاطعات كلهم. لأن هذا عالم الحقائق. إذن التربية الإعلامية هي نميل أكثر نحو عالم الحقائق العلمية. وأن نبقى دائما حريصين على أخذ المسافة بيننا وبين عالم المعتقدات اللي هو نسبي. الذي تعلمنا بهذه المنهجية وبهذه الطريقة غير يمكن أن نحل هذا الإشكال. مدخلة من طرف إسماعيل. إدير يقول من وجهة نظريه أن المشكلة الذي وجهنا كمجتمعات نامية هو هذا التسونامي والزحف الإعلامي الذي اختلط فيه الصالح وبالطالح لدينا. لأن تعاملنا معه يكون غالبا اعتباطيا. لأننا لم نكن بعد جاهزين لاستعمال هذه الوسائل كباقي المجتمعات. خاصة المتطورة منها. وهذا أدى ويؤدي بمجموعة من الأفراد خاصة الأجيال الصاعدة إلى استغلاله في التفهات والانتقام في من يظلهم أعداء لهم. وكل هذا ناتج في نظري عن الجهل وانعدام التربية لحظة مع هذه الوسائل عند الأفراد. سؤالي لماذا لا يتم تقنين وليس منع هذه الوسائل من طرف المسؤولين لخدمة المجتمع. سؤالي الثاني في عالم تخترقنا فيه الصورة والمعلومات من كل حد من الصوب. أليس من الواجب على وسائل الإعلام أن تستثمر في الإنسان بتربيته وتحسيسه عن طريق برامج هادفة. وليس الوصلات الإشهارية التي تلعب له على الناوع لتفقده الوعي. بين مزدوجتين لا أعمم. نعم. بالتأكيد أنه لا وجود لأمور عامة في الحياة. ولكن مع الأسف في إطار الإجابة عن هذا السؤال الذي تلا واحد مدخلة قيمة فيها مجموعة الأفكار. فعندما أصبح الخطاب في وسائل الإعلام المهيمن هو التسويق والترويج. مثلا أن يقول لك شخص مسؤول على وسيلة إعلامية معينة هذه المادة لا يمكن أن نسويقها. لأنها لن تجد رواجا بين الناس الذين يحبون كذا وكذا وكذا. هناك الإشكال. بمعنى أنه وسيلة الإعلام. تساير ما يريده الناس. علما أن وسائل الإعلام دائما كانت هي التي تخلق الحاجة للناس. وتوجههم وفقا وحتى تصور معين لأنك تنتمي للنخبة المفكرة. التي تصنع الرأي في المجتمع. تصلح تقيم هذا هو دور الإعلام. وليس أن ينزل إلى مستوى ما يطلبه المستمع أو الجمهور أو المتلق بشكل عام. في السينات والسبعينيات أستاذا كان أشخاص غير متمدرسين يتحلقون حول الراديو. نعم. ويستمعون إلى مجموعة من المواد الإداعية الترفيهية والإخبارية والسياسية والاجتماعية بلغة باللغة العربية. بلغة ليست اللغة لهم لتعودوا إليها. أكيد. ليست الدارج اليومي. ولكن كانوا ينجذبون إليها لأن كانت لوسائل الإعلام السلطة. وهي التي تفرض على الناس ما ينبغي أن يستمعوا إليها. القوة النائمة. ما هي المشكلة؟ أو المشكلة؟ أنه وثائل الإعلام التي ينفرض لكي تكون لديها إمكانية تأثير المجتمع. أصبحت تنجره. ونستخدم قاموس لأنه في ألفاظ نابية. في ألفاظ التي هي دير الشارع. في ألفاظ التي لا تحترم البيوت. لا تحترم الأسر. وأصبحت تنجره إلى الخطابات الشعبوية. وعندما نتحدث عن الشعبوية. الضربة لغة هي زنقوية أو دير الشارع. حتى يرضى علي الجمهور؟ نعم. لأنه مثلاً الخطاب للجمهور يتجه نحو تمجيد بسلوك معين. إذن يجب علي أن أمجده حتى أتجنب تعرض لهجوم من هذا الجمهور. وحتى أحابه وأداهنه. هذا أمر خطير جداً. لدينا أولياء إعلامية. وعناصر التربية منعدمة في هذا الإطاع. إذا دافري يستوجب تدخل مؤسسات معينة بهذه التربية داخل المجتمع. برأيك ما هي هذه المؤسسات؟ أو بمعنى آخر؟ ربما المقاربات التي من خلالها يمكن أن نؤسس ونرسخ لهذه التربية الإعلامية؟ على المستوى أولاً الوطني في بلدنا المغرب. بالتأكيد أنه وسائل الإعلام المؤطرة قانونياً والمنضابطة للتقنيات وأدوات الممارسة الإعلامية المهنية. لا لدينا مشكلة فيها كثير من الأحيان. خصوصاً أن هناك جهاز رقابي في المغرب. وهو الهيئة العليا الاتصال السمع البطاري. وهو يراقب ويوجه هو يعطي رأي في ما ينبغي أن يكون وما ينبغي ما لا ينبغي أن يكون. المشكلة هنا هو الممارسة الإعلامية التي تسمى مستقلة. ولكن مستقلة عن ماذا؟ مستقلة عن الدولة؟ لا. في جميع الأحوال الآن يجب أن يكون هناك واحدة المجموعة للآليات المراقبة هذه وسائل الإعلام. وكين هناك قوانين الآن صدرت التي يمكن أن تحد من كل هذه الانزلاقات. ولكن فيما يتعلق بالتربية التربية يجب أن تكون من داخل وسائل الإعلام. وخاصة يكون كذلك الممارس لوسائل الإعلام والمهني فيها. يكون هو بنفسه مربي. سمحي لي على هذه الكلمة. يكون مربي. بمعنى أنه يكون عنده واحد الهاجس يومي للتقافة الإعلامية البديلة لكل هذه الخبائط وسمحي لي كذلك على هذه الكلمة. الخبائط الإعلامية التي تروج. بحيث أنه أصبحنا الآن إذاءة واحد العالم مليء بالأعطاب والأمراض التي تمارس بهدف جلب المال. بهدف البحث على العدد الكبير للمشاهدين. لا. لنجاوز نهائيا هذا الأمر. ونحاول لكي ممارس الوثائل الإعلام أنه يربي نفسه ويجب أن يكون عنده مسؤولية. ربما في مدخلة فهمت أن يجب عكس الآية. قلنا تربية الإعلامية ومسؤولية المجتمع. ولكن في مدخلة مركزة جدا من طرف عبد الرحيم شاطر يقول ربما يجب أن نقرأ عنوان حلقة بصراحة من الأخير إلى الأمام. أن المجتمع بحد ذاته هو المسؤول أكبر عن التربية الإعلامية. لأن الشخص داخل المجتمع هو أنا وأنت والآخر. لذلك لا يمكن تحديد الشخص المنصوب إليه المشكل في هذه التربية الإعلامية. لذلك واجب تعميم المشكل من أجل الوصول إلى صورة حقيقية. نعرف من خلالها السبب الحقيقي وراء المشكل. فترويج الأحداث والتطورات التي يعرفها الواقع من أجل توجيه المجتمع حسب تطلعاتهم حسب ما يقول أن الإعلام هو الذي يقود الأشخاص. ويوجه الرأي العام. وذلك من أجل التضليل وسطر الحقيقة هذه من جهة أخرى. هدف وسائل الإعلام الحديثة هو نقل التفاهة من أجل حصول على الأموال من خلال عدد المشاهدات أو الهيئات. نعم. وهذا ما كنا بصدد الحديث عنه. لكن عندما تحدثنا عن مسؤولية المجتمع فهنا المجتمع في إطار الفهم له هو أن المجتمع هو عبارة عن مؤسسات. ليس فقط أفراد. وعندما نتحدث عن مؤسسات. فحتى الفرد لا يمكن أن يمارس طبعه الإجتماعي ونشاطه في الحياة. إلا ضمن مؤسسة. ومنا نتحدث عن مؤسسة. هناك مؤسسات مجتمع المدني. مؤسسات الفعل السياسي والعمل السياسي. مؤسسات الحكومة. مؤسسات تبعية للدولة. هناك مؤسسات التربية والتكوين. هناك مؤسسات الأسرة. إذن المجتمع المجتمع هو مؤسسات. وعندما نتحدث عن مسؤولية المجتمع. يعني نتحدث عن مسؤولية هذه المؤسسات. بما في ذلك. مؤسسة الإعلام من خلال المنابر الإعلامية التي تمارس هذا الفعل. نعم. كاستشرف للمستقبل أي أفاق لتربية الإعلامية في المجتمع المغربي الذي يعيش فيه ومقارنة من المجتمع الدولي. نحن الآن نتعامل مع وسائل الإعلام خصوصا الجديدة. في الفترة البداية الأولى. كما يحدث عندما نطلب من شخص ما أن يتزلج لأول مرة فوق الجليد بواحد ذلك العجالات. هل سوف يتزلج بطريقة أنيقة ومبدعة وجميلة؟ مخرجة أقول لا. بالتأكيد أنه سوف يسقط. نعم. إذا لم نستطع بعد أن نتزلج فوق جليد هذا الإعلام بالطريقة المقبولة. يجب أن نتعود ونتعلم ونتمرن ونتربى كلنا في إطار مؤسسات المجتمع ككل هي المؤسسات التي تكلمت عليها. وكلها تتحمل المسؤولية. وبالتالي فالمجتمع من خلال هذه المؤسسات له مسؤولية وسائل الإعلام. ما هي إلا واحد المكون من المكونات المؤسسات لكل المجتمع. طيب إذا مداخلة ربما الأخيرة سأمر عليها قبل أن نختم. سمحنا المخرج بطبيعة الحال. إبراهيم سائق تاكسي يقول هالذين يستغلون التواصل والإعلام لتصفية الحسابات وفتحة أعرى من الناس. وعدم احترام العدلة الاجتماعية لست لهم تربية حسنة. وهذا يأتي من الأسرة والمدرسة. ويجب إعادة التكوين الأسري. نعم. سأكيد هذه فكرة من سائق تاكسي. الذي له ارتبط يومي بوسائل الإعلام وبالإداعة وبالراديو. ممكن أن نفوتها بالحقيقة. الأسرة المؤسسة التعليمية المؤسسة الحزبية مؤسسة الحكومة دور الشباب. دور التقفة. نعملوا مثل هذه الاختلالات والأعطاب في أعراض الناس. في شرف الناس. في حياة الناس الخاصة. ربما يجب علينا أن نتسلح بهذه التقوية. نعم. بتأكيد. وأنا الأوان لكي نفتحها نقاشات واسعة على شكل مناظرات وطنية في هذا الإطار. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الدفري على كل ما تفضلت به. شكرا للطاقم الذي رفقنا. شكرا لكل لم أمر على مدخلته. أعتذر لمن لم ندرج مدخلة الصوت أيضا. شكرا جزيلا لكم. وسمعنا مشاهدينا عدد جديد دائما من برنامج بصراحة على إضاعة وقناة ميديان تيفي. في انتظار الأحلى. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر